احبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج موصليات هذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم وهو يتعلق بواحدة من الجمعيات الثقافية والفكرية والأدبية والتراثية التي كان لها دور كبير في المشهد الثقافي خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي إنها جمعية التراث العربي وكما هو معروف فإن الموصل خلال تاريخها القديم والإسلامي والحديث كانت تسخر بالكثير من الأصناف والتنظيمات المهنية والجمعيات والنوادي وما شاكل ذلك هذه الجمعيات والتنظيمات المهنية والأصناف شكلت جزءا حيويا من بنيان الموصل المهني والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي وكانت عاملا رئيسيا من عوامل تماسك المجتمع وأيضا مظهر من مظاهر تقدمه وتحديثه ونهضته خلال المدة من سنة 1922 وعندما صدر قانون الجمعيات في العراق وحتى يومنا هذا ظهرت في الموصل الكثير من الجمعيات والنوادي البهنية والثقافية واليوم أريد أن أقف عند جمعية مهمة جدا لم يلتفت إليها الكثيرون مع أن دورها كان كبيرا وهي جمعية التراث العربي هذه الجمعية تأسست في يوم 16 حزيران سنة 1973 ونازلت أتذكر أعضاء هذه الجمعية أقصد الأعضاء المؤسسين أو الآباء المؤسسين لهذه الجمعية والذين خدموا مطالبهم التحرير إلى مديرية الجمعيات في وزارة الداخلية منذ أيار سنة 1973 وتمت الموافقة وفتحت الجمعية في 16 حزيران 1973 وجرت الانتخابات لأعضاء الهيئة الإدارية لهذه الجمعية وكان الدكتور محمد صديق الجليلي قد فاز برئاسة هذه الجمعية وكان من مؤسسيات هذه الجمعية أساتذة أجلاء كتاب ومؤرخين ومثقفين وخطاطين منهم فضلا عن الدكتور محمد صديق الجليلي الأستاذ أحمد الصوفي والأستاذ سعيد الديوتي والأستاذ صلاح الدين عزيز والأستاذ يوسف ذنون والأستاذ هشام الطالب والدكتور فيصل دبدوب والأستاذ محمد علي الياس العدواني والأستاذ محمد نايف والأستاذ ميسر صالح الأمين وقد كتبت بحثا عن هذه الجمعية من خلال ما وفره للأستاذ يوسف ذنون من وثائق وأوليات ومنشورات ومنجزات هذه الجمعية وهي محفوظة لديه وأستطيع القول أن يوسف ذنون هو صاحب فكرة تأسيس جمعية التراث العربي في الموصل كان لهذه الجمعية ومن خلال طبعا كراس نشرته الجمعية عن تأسيسها وأهدافها والوسائل التي ممكن أن تلجأ إليها لنشر أهدافها ومبادئها كان من أهداف هذه الجمعية يحياء التراث العربي والتراث العربي الإسلامي وتشجيع الدراسات والبحوث حول هذا التراث وكذلك أيضا مساعدة المهتمين بالتراث وتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات وعلى الكتب وعلى السفرات الألمية وكذلك أيضا العناية بدراسة الآثار العربية والإسلامية والخديمة في مدينة الموصل وكذلك أيضا اتصال بالجمعيات المتناظرة العربية والعراقية التي تهتم بالتراث العربي والأهم من ذلك كله أن هذه الجمعية تهدف إلى ما نسميه بتنية الشعور بأصالة وقيمة التراث العربي الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية وتعميق هذا الشعور بين الشباب والشابات في الموصل وكذلك أيضا التصدي لكل محاولات التشويه والتشكيك في أصالة هذا التراث وكذلك أيضا التشكيك بقدرات هذه الأمة في النهوض الحقيقة الجمعية قامت بدور كبير في هذا المجال ومن خلال ملاحبة أسماء المؤسسين لهذه الجمعية وكذلك أيضا ملاحبة أسماء المنتمين إلى هذه الجمعية وهم كثيرون منهم من كان مهتما بالخلط العربي ومنهم من كان مهتما بالتاريخ ومنهم من كان مهتما بالآثار ومنهم من كان مهتما بتاريخ الموصل وإلى غير ذلك نجد أن هذه الجمعية قد خامت بدور كبير ولازلت أتذكر أن اجتماعات الجمعية الأولى كانت تتم في المكتبة المركزية في جامعة الموصل ثم بعد ذلك في بناية مكتبة الأوقاف ثم بعد ذلك استعجرت هذه الجمعية مكانا لها في مصرف الرافدين القريب من المركز العام مركز الشرطة العام في باب الطوب كذلك كان للجمعية أيضا هيئة عامة وكان للجمعية هيئة إدارية والهيئة الإدارية انتخبت من قبل الهيئة العامة وكما قلنا الدكتور محمد صديق الجليلي وهو الباحث والتراثي والفلكي الموصلي المعروف انتخب رئيسا للجمعية وبقي تقريبا منذ سنة 1973 إلى سنة 1977 رئيسا لجمعية التراث العربي ثم انتخب بعد ذلك الدكتور أحمد قاسم الجمعة من الأمور التي أود أيضا أن أذكر بها أن هذه الجمعية كان لها دور كبير في تشجيع أعضاء هذه الجمعية وعددهم كان كبيرا وأستطيع أن أقول أن الانتماء لهذه الجمعية كان كبيرا من الكتاب والأدباء والشعراء والمؤرخين والطباء والآثاريين وغيرهم كان كبيرا وكان لهذه الجمعية سمعة كبيرة ونلاحظ أنها كانت تقوم بالكثير من الفعاليات والنشاطات ومنها مثلا القيام بحفل تأبيني لأحد الخطاطين الكبار وهو الخطاط محمد صالح الشيخ علي في سنة 75 ثم كذلك أيضا الجمعية شاركت في مهرجانات الربيع وكذلك أيضا كانت الجمعية تقيم العديد من دورات الخط وكانت الجمعية أيضا تقيم محاضرات ولازلت أتذكر أن العديد من الشخصيات الأدبية والثقافية والفكرية سواء من العراق أو من الوطن العربي ألقوا محاضرات في هذه الجمعية وأتذكر من العرب المصريين الذين ألقوا محاضرات في جمعية التراث العربي الأستاذ الدكتور حسن ضاضة وهو أستاذ متخصص باللغات السامية وكذلك أيضا الأستاذ الدكتور حسين نصار وكذلك أيضا الأستاذ الدكتور عماد الجواهري والأستاذ الدكتور عشم الملاح وكثيرين الحقيقة ألقوا محاضرات في هذه الجمعية وكانت الجمعية تتلقى دعماً مالياً من جامعة الموصل في ذلك الوقت قدره 200 دينار وقد تم إداعه في مصرف الرافدين ولحساب جمعية التراث العربي أيضاً لابد أن أشير إلى أن الجمعية أيضاً كان فيها الكثيرات من العنصر النسوي وخاصة من المهتمات بالتراث وبالخط العربي وأذكر من هؤلاء سهام شمس الدين إسماعيل وفريال فاضل العمري ووسامة توفيق عادل البكري وبشرة البستاني وسعدية علي الشاهين وفريال حمدي الدباء ونسرين إدريس صالح وبشرة البستاني والمحاضرات التي كانت تلقى في هذه الجمعية كما قلنا كثيرة ومنها مثلاً ما يتعلق بالريازة في الجامعة الكبير أو محاضرة عن الموشحات والتنزيلات الموصلية ومحاضرة عن دستور المدينة وكذلك أيضاً محاضرات عن الفن في التراث والمعاصرة وكان من الذين ألقوا محاضرات عن الفن التشكيلي أتذكر كان الفنان التشكيلي الرائد الأستاذ فرج عبو وأيضاً نلاحظ أن هذه الجمعية كثيراً ما أقامت معارض للخط العربي وكما قلنا دورات للخط العربي وكان من المقرر أن تصدر مجلة لكن للأسف الشديد تعسر إصدار هذه المجلة وبدلاً من ذلك كانت تصدر نشرة الخط العربي وهي اليوم متوفرة في تقريباً بثمان مجلدات والأسف الشديد تشكلت في بغداد جمعية باسم جمعية إحياء التراث العربي الإسلامي سنة 1981 برئاسة خيرالة الفاح وهذه الجمعية استطاعت أن تبتلع الجمعيات الأخرى التي كانت مهتمة بالتراث العربي ومنها جمعية التراث العربي وبذلك انتهت نشاطات هذه الجمعية وأصبح هناك فرع لجمعية إحياء التراث العربي الإسلامي في بغداد الرحمة لأعضاء جمعية التراث العربي من الذين غادروا هذه الحياة والعمر المديد لمن هو على خيد الحياة ويعيش بيننا في الوقت الحاضر ويقيناً أن هذه الجمعية قد خامت بدورها وكان لها نشاط كبير وتركت الكثير حقيقة من الآثار التي تشهد على أنها كانت فاعلة في المشهد الثقافي الموصلي بين سنة 1973 و 1984 شكراً لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة